اشتركوا في القناة لازم تكونوا ماخذينها زي ما قلتلكم في المقطع اللي قبله حلوين هذا اول شي اذا ما كان عندكم التطويرة هذي لو واحد من اخيانكم مع التطويرة هذي يقدر هو يفتح لكم البيبان ما في اي مشكلة من نسبة للبيبان حق الكهرباء عشان تقدرون تعدم منها راح تحتاجون السيف هذا سواء كان الفويد او سواء كان الارك ما فيه منه اثنين ولازم يكون عليه تطويرة الايقرز اج اذا ما عليه تطويرة الايقرز اج للاسف ما حتقدرون سوون اغلب تقريبا يمكن ثلاثة او اربع حبات من الطيارات ما حتقدرون تجيبونها طيب في البداية شباب مرة راح تشوفونها اماكنها مرة بسيطة هذي في البداية مرة راح تجون بس راح يشرح لكم هذي النقطة الحالة وراح يشرح لكم اللي بعدها لانه هي اللي بس ابتكلم عنها وبعد كده راح اخليكم مع المقطع راح تجون هنا راح تفعلون الباب راح يقول لكم اضربوا السيمبل راح تشوفون السيمبل اللي قدامكم وش السمبل اللي قاعد يوريكم إياه السمبل اللي قاعد يوريكم إياه أو العلامة اللي قاعد تشوفونها بلون الأزرق تحت عند الجهاز هي العلامة اللي يبونكم تضربونها ركزوا على الشي اللي منور لا تركزون على اللي أزرق شفاف على خفيف لا لا ركزوا على اللي منور من الأزرق اللي منور حلوين هذا من نسبة زي كي هذه من نسبة للبيبان اللي هي بيبان اللي كنا نحتاج فيها التطويرة حق الأكسس هذه من نسبة للبيبان هذي كل البيبان نفس الطريقة يبغاها وبعدها راح يفتح لكم الباب وتضربون على الطيارة اللي موجودة هناك من نسبة للسيف وقلت لكم فيه البيبان حقية الكهرباء هذه الطريقة حقتها راح تجون راح تكونون قريبين من البوابة راح يطلعون السيف في نفس الوقت اللي يطلعون فيه سيف بسرعة تضربون ضربة ميلي على قدام وراح تدخلون الغرف زي كذا بهذه الطريقة وراح يمديكم تاخدون الطيارات الصفرة اللي جوه الغرف هذي طيب شباب انا الحين راح اخليكم مع المقطع وراح اخليكم نشوفونا ماكن الطيارات كاملة الباقي كله عبارة عن نفس الشي اذا كانت بالمفتاح راح نضغط المفتاح وبعدها راح تشوف العلامات ونضرب الثلاث علامات اذا كانت باب ليزر فراح تشوفون انه لازم اطلع السيف نفس الثاني اللي يطلع فيها السيف اضرب على قدام عشان ادخل جوه والليزر ما يقدر يضربني وبكذا انا راح اقدر اخذ الطيارات اللي ورا البيبان حقية الكهرباء طيب من نسبة للناس اللي ما عندها تطويرة المفتاح او ما عندها تطويرة الاكسس اللي انا قبل شوي وردكم اياها ما عندكم اي مشكلة زي ما قلت لكم لو عندكم اي واحد من اخويانكم عند التطويرة هذي يقدر يدخل معاكم وهو اللي يفتح لكم البيبان هذي مو شرط انه انتم اللي تفتحونها اي عادي حتى لو اخويانكم فتحوا لكم البيبان خلوهم عادي يفتحوا لكم اياها وادخلوا واضربوا الطيارة واطلعوا بالنسبة البيبان حق الليزرات مضطرين يكون تحتاجون السيف لأنه للأسف ما في أي طريقة ثانية إلا إذا كانك أنت مرة مرة شاطر ومتمكن منها لورلك راح تقدر تسويها وإنت قاعد تسوي اللي هي الأكرس داش حق السولر اللي هي تسوي زي الزحلق على قدام إذا كانك أنتن راح تسوي دوج وراح تعرف تدخل منها إذا كانك تايتن راح تجري ومتقرب من الليزرات قم تضرب ضربة الميلي وإنت في الهواء وبكذا راح تقدر تدخل من الليزرات ولكن معلومة بس بسيطة أنا تقريبا قاعدت حول الساعة وشوي قاعدت أجرب بالهنتر وقاعدت أجرب بالورلك وجرب بالتايتن ما ضبطت معاي فهل هي معناها ما ضبطت إلا من حقون البي سي ما أدري ولكن أنا عن نفسي جربت في البي سي ضبطت معاي على طول ولكن جربت في الكونسل ما ضبطت معاي فأنا قلت ما أبغى أجازف لقيت الطريقة هذه الثانية أو بصح في ناس كثيرة تكلمت عن الطريقة هذه الثانية وقلت خلاص هذه الطريقة هي أفضل شيء وبرضو شباب ترى عادي ممكن لما نشوزون سونا بالسيف ترى عادي ممكن تموتون زي ما انتم قاعدين شوفون قدامكم هذا شيء طبيعي عادي جدا أنا على حظ يرسبني جوه في المكان اللي أنا أبغى بالإضافة شباب ترى في المنطق هذه في صندوق إضافي اللي حابنا يأخذ عامة حتى لو متوا وانتم قاعدين تدخلون من اللازارات ترى مره شيء طبيعي عادي رح ممكن يرسبنكم جوه في المكان اللي تمتبغونه ممكن يرسبنكم بره عادي يرجع ويعدون مرة ثانية أو يعيدون نفس الضربة ورح تدخلون بإذن الله ورح تخلصون طيب شباب هذي أماكن الطيارات كلها اللي في المقطع هذا رح أخليكم تكملون المقطع أنا طولت عليكم شويتين رح أخليكم الحين تكملون المقطع وتشوفون أماكن الطيارات كاملة وإلين النهاية بإذن الله ما بطول عليكم المقطع أكثر من كذا جبتوها كلها للخمسين كاملة ما حتقدرون تدخلون من البوابة اللي راح أوريكم وين مكانها وكيف طريقها وإيش موضوعها كامل في المقطع الجاي بإذن الله فمعلومة بسيطة شباب إذا انتم حابين يكون جهزوا نفسكم عشان المقطع الجاي جمعوا الطيارات الخمسين كلها الخمسين طيارة كلها أنا قدني منزل أماكنها كاملة الخمسين بناء من المقطع هذا أنا كم كده خاص فعليه إن نزلت الخمسين كاملة فللي حاب إنه عشان يقدر يمشي معاي حبة حبة أو يمشي معاي في المقطع الجاي مضطرين إنكم تجيبون الخمسين قطعة كاملة وبعدها راح تبدون تتابعون المقطع للبعدة ورح تشوفون وين الطريق اللي احنا لازم نروح لها عشان ندخل من البوابة السرية طيب شباب راح أخليكم تكملون المقطع الحين ورح أشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية سلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة